اشتركوا في القناة والشهادات والتكوين العالي لتدرج طبعا على مستوى النيابة فيه مصلحة التعليم والتدريب كانت ثلاث مصالح الأولى كما ذكرت مصلحة التعليم والتدريب المصلحة الثانية التكوين المتواصل والمصلحة الثالثة وهي مصلحة الشهادات والمعادلات فيما يخص المهام نذكر المهام النيابة التي توجد على مصالحنا هي متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتدريب المنظم من قبل الجامعة ثانيا الصهر على انسجام عروض التكوين المقدمة طبعا من طرف الكليات والمعاهد هذا يصب كله في تنمية مخطط الجامعة ثالثا الصهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل كذلك قد نتذكر منها أن من مهام الأخر هو تحيين قوائم التسجيل للطلبة في كل مرة فيه طلبة يجوا للجامعة المستغانية يتحولون إلى جامعة المستغانية وفيه طلبة يعني يغادر الجامعة المستغانية يعني يتجهوا نحو جامعة أخرى والجامعة يعني النيابة هي التي تقوم بتحيين قوائم الطلبة يعني آنيا طبعا الجامعة ككل سنة يعني تسجل الطلبة الجدد حيث يعني وفرت الجامعة كل وسائل البشرية المادية والبشرية لإنجاح عمل التسجيل وتمت في ظروف جد طبيعية طلبة يعني سجلوا وأخذوا شهادة درساتهم مع البطاقة التسجيل مع بطاقة الطالب والسكن طبعا كذلك فيما يخص السكن بالنسبة للطلبة الذين يقضونون خارج مدينة مستغانم فالسكن يعني في الانيفرسيتي المتوفر الحافلات كذلك متوفرة لنقل الطلبة من مكان إقامتهم إلى المكان الذين يدرسون به يعني الأمور كلها ماشية طبيعية لحد الآن بما يخص التسجيل أو حوصلة حول الدخول الجامعي 19-20 لحد الآن عدد الطلبة المسجلين يعني لحد اليوم هو حوالي أو بالضبط 24,654 طالب موزعين كالتالي فيما يخص المستوى الأول أي لسانس أو نوفو باشولي عدنا 5,700 طالب إذا احتسبنا طلبة الموعدين وهو حوالي 1,400 طالب إذن المجموع طلبة المسجلين في السنة الأولى هو 6,120 طالبا فيما يخص السنة الثانية عدد طلبة المسجلين 4,510 في السنة الثالثة يعني طلبة لسانس هذه السنة الطلبة لسانس يعني نحتسب كل الليسانس الموجودة على المستوى الجامعة اللي هم حوالي 72 الليسانس ولكن 64 الليسانس فعالة يعني اللي فيها طلبة إذن عدد الطلبة المسجلين فيها هو بالضبط 4,350 طالبا بالنسبة للدخول الجامعي بالنسبة للليسانس نحن نحكي فقط على الليسانس بالنسبة للسنة الأولى الدراسة بدأت يوم 22 سبتمبر ومهمه في الأسبوع الرابع كذلك بالنسبة للسنة الثانية والسنة الثالثة إلا فيه بعض الأقسام فيه تأخير اللي يعني نذكرهم اللي وهي كلية اللغات الأجنبية اللي المدولات انتهت فقط في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ولحد الآن مزال الدراسة لم تبدأ بالنسبة لهذه الكلية أما فيما يخص جميع الكليات فالدراسة يعني قد بدأت المشكلة اللي عندنا هذه السنة هو تسجيل طلبة سنة الأولى ماستير اللي كانت مبرمجة في الأرضية إلا أنه يعني تغير الأمر وأصبحت بالسوفرم الدوسي لقد انتهينا قبل شهر سبتمبر فيما يخص طلبة الداخليين أو بما يسمى 80% إذن عدد المقاعد البيداغوجية الموفرة من طرف الجميع هو حوالي 5,260 مقعد بيداغوجي مزعين على 105 ماستير في كل الكلية طبعا هذا نحكي بالمجموع لحد الآن الطلبة المسجلين اللي هم الداخل يعني الطلبة المنتمين إلى جامعة مصغانم هو حوالي 3640 طالب يعني حد الآن لحد النهار اليوم يعني الآن في هذه الأيام نحن بصدد دراسة العشرين بالمئة المتبقية طبعا نذكر منها بأن الماستر آ اللي الداخليين قد بدأت الدراسة منذ أسبوعين وننتظر هذه العشرين بالمئة اللي ربما تنتهي الدراسة بها هذا الأسبوع أو الأحد بأقل تقدير لأن الوزارة قد يعني حسب الأرضية المشاكل التي تلقفها طلبة في الأرضية يعني امتدت إلى 19 بالشهر معناه في حدود العشرين نكون قد أنتهينا من دراسة هذه الطلبة تعشرين بالمئة وأظن أن الأرضية ستفتح كذلك بالنسبة لطلبة الداخليين الذين سجلوا في جامعات أخرى وأرادوا التحويل إلى جامعات عندهم يوم واحد لدراسة الملفات هذه فيما يخص التحويلات نبدأ بالتحويلات 2017 كلها تمت على مستوى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالكداقوجية أما بما يخص البكالوريا 2018 يعني هذه المهمة يعني وكلت إلى الكليات ودرست وتم تم العمل بها يعني الوصايا التي اتخذناها معا وكل التحويلات تمت في كليات فيما يخص المشاكل معناه إذا كان طالب عنها مشكلة فيه خالية أو على مستوى نيابة عميد البيداغوجية مع رئيس القسم إذا ما تحلش هذه المشكلة فيتوجه إلى نيابة رئاسة الجامعة وتقدر تقول سبعين بالخمسين بالمئة تحل المشاكل تحل على مستوى نيابة رئاسة الجامعة لأن القرارات بعض المرات النائب الرئيس أو نائب العميد لا يستطيع أن يتخذ القرارات التي هي ربما في غير صالح الطالب اللي هي قانونية بالضبط طبعا يعني إذا طبقنا قوانين فالطالب يعني ممكن لا يجد المخرج نتاعه لأنه كسابي المثال الطالب باكالوريا 2016 وهو لحد الآن مسجل في السنة الأولى ما هو الحل التاعه؟ هذا عندها أربع سنوات معناها من المفروض؟ من المفروض؟ حتى لو تم التوجيه تاعه لا يستطيع أن يكمل الليسانس تاعه في خمس سنوات وكما تعلمون بأن القانون يقول لك بأنه في كل الحالات لا يمكن للطالب المسجل في الليسانس البقاء أكثر من خمس سنوات معناه تم يعني أعطيناهم تعليمات بأن الطالب اللي عنده ثلاث سنوات ممكن نعطوه فرصة باش يسجل يبقى في نفس الفرع أما فيما يخص الطالب مثلا اللي عنده باكالوريا 2016 واللي حد الآن مسجل في السنة الأولى فلازم عليه باش ندول له توجيه معناه عندما نقوم بالتوجيه هذا غير قانوني ولكن طبعا حتى لا نبعد هذه الطالب عن خارج الجامعة فيما يخص التكوينات الموجودة على مستوى الجامعة طبعا كما ذكرت هذه السنة تعززت الجامعة بأربع تكوينات ممهانة حيث السنة الماضية افتتحت لسانس مهنية في الإلكتروميكانيك وسجل فيها حوالي 30 طالب والآن هما في السنة الثانية طبعا بالشراكة مع كابلوري تعمسرة ووجدنا بأن الطالبة اهتموا بها كثيرا وسجلوا فيها من جميع الولايات وبهذا السادس معناه الجامعة كذلك ارتعت تفتح لسانس مهنية في الفلاحة حيث تعززت هذه السنة بأربع لسانس مهنية منها تكنولوجي دي تانسفرمشن سيريال كذلك لسانس في الاكواكولتور بسين يعني لسانس لامر وكذلك فيما يخص الفلاحة كونسي الاسيستانس تكنيكي وكذلك فيما يخص لسيبستانس ناتوري واندستري كوسميتيك هدو أربع تعلية لسانس طبعا كذلك فيها حوالي خمسة وعشرين طالب ولا ثلاثين طالب مسجلين فيها وحتى الطلبة عندما رأوا بأن هذه الليسانس المهنية ممكن أن يروح يخدم بها في الخارج مع الشرك الاقتصادي وإذا لم يجد مكان عمل يعني باستطاعته أن يواصل للمستر طبعا في القديم كانت المهنية يعني تصب كلها حول التشغيل معناها الليسانس وبالتالي الطلبة يعني كانوا يخافوا لأن كل الطلبة يريدون مواصلة الدراسة بعد أن هذه الفرصة التي أتاحت هذه السنة الوزارة أعطيتها لهم بأن باستطاعتهم المواصلة المستر فوجدنا بأن التشجيلات أو الطلب على هذه الليسانس المهنية قد ارتفع الجامعة رأى في دراسة الآن حول التكوينات التي تتماشى والاقتصاد وليت مستغانم معناها في الفلاحة في التنصورماتيون السيريال في الحليب في النحل في تحتربية النحل وكذلك الجولير وايال فيه يعني تداوي حتى فيه ماستير يعني الفيتوتيرابي يعني فيه تكوينات التي تصب في هذا المنهج المنهج